أوضح مدير الكلية البحرية اللواء بحري أركان حرب محمود عد الفوزي أوضح أن عملية ضخ دماء جديدة في شرايين البحرية المصرية مستمرة ومتواصلة نحن نبتدي أولا بتطوير المناهج وده بصفة دائمة عشان تواكب التسليح الحديث اللي بيخش الكوات البحرية تطوير المناهج بيبتدي أن نحن حولنا كل المناهج للتعليم التفاعلي الـ Interactive Learning منظومة التعليم الرقمي فالطالب يبقى عنده السنس بتاع الوحدات البحرية الحديثة دي والتكنولوجيا تعتها قبل ما يروح ثم بنضرج بعد كده في الزيارات الميدانية للوحدات ثم النقوات البحرية بتخصص وحدات بحرية حديثة لتدريب طلبة الكلية البحرية داخل المياه الإقليمية ثم عندنا نوعين من المعسكرات فيه عندنا معسكر التدريب الداخلي وده بينفذ لطلبة سنة تانية أو تالتة وده بيتعرف فيه على مصرح العمليات البحري لجمهورية مصر العربية سواء في البحر المتوسط منطقة الأسطول الشمالي أو البحر الأحمر منطقة الأسطول الجنوبي وبيتعرف فيه على الأهداف الاقتصادية والحيوية وقناة السويس وخليج السويس والجزر الهم والحيوية